من دبي ينضم إلينا سامويل ويربيرغ المتحدث الأقليمي باسم الخارجية الأمريكية أهلا بك سيد سامويل إلى الساعة عشر حتى الآن لم أو تمتنع الولايات المتحدة عن اتخاذ خطوات جدية كما وصفها الرئيس الأوكراني زيلنسكي لمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا لماذا؟ إذن أولا المساء الخير كريسيان ولازم أقول نحنئك برجوة بسلامة من أوكرانيا وشكرا على تغطيتك كان فعلا تغطية مفيدة جدا لكلنا بالنسبة للكلمات التي سمعنا من رئيس زيلنسكي كما قال رئيس بايدن وكما قال وزير بلينكين رئيس زيلنسكي هو الآن يدافع عن بلده ولديه الحق ليطلب كل المساعدة الممكنة لكل إنهاء العالم والوليد المتحدة نحن نقدم كل المساعدة الممكنة الآن ونحن سنستمر في ذلك وهذا كان جزء كبير من المناقشات اللي كان عندنا مع رئيس بايدن ونظرائه في نيتو في مجموعة سبعة مع الاتهاد الأوروبي اليوم في كل هذه اللقاءات إذن الوليد المتحدة ستقدم قدمت الوليد المتحدة وسنقدم أكثر من المساعدات العسكرية الدفاعية إنسانية واقتصادية للشعب الأوكراني وللهكومة الأوكرانية ولكن هذه المساعدات على الرغم من أهميتها سيد سامويل إلا أنها يمكن القول بأنها تلوي الزراع الروسية من دون أن تكسرها وبالتالي لا تؤمن مساعدة حقيقية للشعب الأوكراني أو للقيادة الأوكرانية من أجل المواجهة الفعالة لروسيا لماذا هناك نوع من التأني والحرص على عدم اجتياز خطوط معينة مع روسيا إذن أولا لازم ندرك أن من المسؤول عن هذه الحرب إذن الروسية والهكومة الروسية ورئيس بوتين والولد المتاهدة تبدل كل ما في وسعنا بتنسيق مع شركاؤنا وهلفاؤنا ورأينا اليوم اجتماعات مهمة جداً مع ناتو ومع الاتحاد الأوروبي ومع المشموعة السبعة كما رأينا تصويت جديد اليوم في جمال الأمامة في الأمم المتاهدة 140 دولار كانت تساوت مع الشعب الأوكراني ودود هذا الأضوان الروسي إذن في نهاية المطاف لازم ندرك هنا من المسؤول رئيس بوتين من لديه الامكانية لينهى هذه الهرب اليوم في هذه الدقيقة في هذه الساعة رئيس بوتين من يستمر في هذه الهرب رئيس بوتين إذن الآن الولد المتاهدة تشتغل عن كثب مع الشعب الأوكراني مع الهكومة الأوكرانية اليوم كان بيان جديد وإعلان جديد من البيت الأبياد حول المساعدة الإنسانية واقتصادية ونحن كان لدينا مناقشة مهمة اليوم ما هلفاؤنا في حلف نيتو حول المساعدة الأسكرية والدفائية ولكن في نهاية المطاف لازم ندرك هنا من المسؤول رئيس بوتين هو لديه الامكانية لإنهاء هذه الهرب اليوم ولكن هل تعتقدون بأن لديه النية لإنهائها أم تشاركون ما قاله جزاب بوريل بأن لا نية لإنهاء هذه الحرب ولا نية أصلا لديه للجلوس إلى طاولة المفاوضات وإنما الهدف احتلال المزيد من الأراضي هذا السؤال جيد جدا كريسيان ولو أنا كنت أعرف ما دخل رئيس بوتين أنا سأقول لك ولكن ليس من ممكن أن أي شخص يبدو أن أي شخص يعرف إلا رئيس بوتين نفسه إذن نحن ومنذ شهور عندما كنا في شهر نوفمبر ودسمبر والوليد المتحدة كنا نتكلم حول التوقعات وكنا نتكلم حول ما رأينا في حدود بين أوكرانيا والروسية والمئة وخمسين ألف جندي كان الرد الفائل من الجنب الروسي والهكومة الروسية أن نحن نتكلم بشكل هستيرية وهناك هستيرية ولكن في ذلك الوقت كنا نتوقع أنه برقم من كل الجهود التي كنا نبدلها حول المصاري الديبلوماسي ونحاول أن نتابع المصاري الديبلوماسي ونحل هذه الصراع ديبلوماسيا برقم من ذلك كان لدينا التوقعات وكنا نعبر عن هذه التوقعات أن في نهاية المطاف ممكن رئيس بوتين هو سيختار المصاري الأدواني وفي نهاية المطاف هذا ما وقع هو والحكومة الروسية أغلقت الباب لأي مصاري الديبلوماسي إذن الوليد المتحدة تفضل المصاري الديبلوماسي نحن سندعم أي جهود ديبلوماسية بما في ذلك بين الأوكرانيين والروسيين مباشرة أو بوساطة ما أي دول أخرى بما في ذلك الألمانيين وفرنسيين أو الأطراق والإسرائيليين أو إلى آخره إذن الوليد المتحدة تفضل المصاري الديبلوماسي ولكن من اللازم بتنسيق ما هو لفعلنا من اللازم أن نكون مستعدين للمصاري الآخر سيد سامويل هنا تحديدا دائما تشددون على تفضيلكم للمصاري الديبلوماسي مع العلم بأن هناك اتهامات ليس فقط من روسيا وإنما من العديد من الدول الأخرى على أنكم أنتم أول من غذى هذه الحرب وحتى تصل هذه الاتهامات إلى حد القول بأنكم من حرطتم زيلنسكي عليها كيف تردون على ذلك؟ إذن صعب جدا فعلا كريسيان أنت كنت في الحدود وشفت بعينك الغزو الروسي ومن قام بغزو أوكرانيا أول مرة في 2014؟ من قام بغزو جورجيا في 2008؟ من قام بكل هذه الهجومات السيبرانية ضد المؤسسة الهكومية الأوكرانية؟ ومن في نهاية المطاف قام بوضع جيوشها وضبابات وسواريخ داخل حدود دول أخرى روسيا إذن كل هذه الكلامات نسمع حول المخوف الروسي والضمانات الأمنية كأن الجلاد يخف من الدحايا فعلا هي كلام سخيفة وليس من الممكن أن نقبلها بالعودة إلى قضية العقوبات التي تفردها الولايات المتحدة نتحدث اليوم عن الحزمة الخامسة من هذه العقوبات ما الذي تقوم به الإدارة الأمريكية من أجل ضمان عدم تمكن روسيا من الالتفاف عليها؟ نعم هذا السؤال جيد جدا ولذلك كان نقطة مهمة في البيانات التي رأيناها اليوم من المناقشات التي كانت عندنا مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة سابعة ونيتو لأننا نحن الآن لدينا مبادرة جديدة لتقويد ولنحاول منع الهكومة الروسية لتحريب أو لتجنب أي من هذه الأقوبات وكان نقطة مهمة بالنسبة لمحاولات لمنع بنك المصرف المركزي الروسي من استعمال الدحب لأننا نعرف من تقريبا 20% من المخزنات أو الأموال لدي البنك المركزي من دحب إذن الولايات المتحدة سنشتغل نكثب مع هلفائنا لمنع أي أمكانية للروسية أو الهكومة الروسية أن تتجنب التأثيرات من هذه الأقوبات سأعود معك ولكن أيضا بالخط متوازي هناك مساعي لفرض هذه العقوبات ولكن أيضا تسعى الولايات المتحدة إلى دعم أوكرانيا كما تحدثنا على المستوى العسكري من حيث الأسلحة النوعية ما الأسلحة الجديدة التي اليوم تم الاتفاق على تقديمها لأوكرانيا؟ هل الأسلحة يمكن أن تقلب موازين القوى؟ أم أن الإدارة الأمريكية تحرص على نوعية معينة من الأسلحة كل ما يمكن أن تحققه المحافظة على الاستاتيكو القائم حاليا في أوكرانيا؟ إذن حتى الآن يا كريسيا أنا لم أسمع أن أي بيانات جديدة أو أي معلومات جديدة من هذه اللقاءات حول أي نوع من الأسلحة أو المساعدة الأسكرية الجديدة نحن في هذه السنة منذ بداية إدارة بايدن الآن قمنا بتقديم تقريبا مليارية دولار بمساعدة الدفاعية الأسكرية للهكومة الأوكرانية والشعب الأوكراني إذن الآن نحن نرقز على الجهود اللازمة لإيصال هذه المعادات والمساعدات الأسكرية الدفاعية للشعب الأوكراني والجيش الأوكراني إذن نحن الآن كنا نناقش هذه الملفات وهذه المعلومات مع هلفاءنا ولكن حتى الآن ليس هناك أي بيان جديد لأننا نعرف وكنا نعرف منذ شهور الأنواع من الأسلحة والمواد الدفاعية التي تحتاجها الهكومة الأوكرانية لدفع النصد ضد هذه الأضوان وهذا الأضوان الروسي هناك مخاوف لدى الإدارة الأمريكية من أن الدولة الأساسية والأكبر التي يمكن أن تساعد روسيا للالتفاف على العقوبات هي الصين كيف تتعامل الإدارة مع بكين من أجل ثنيها عن مساعدة روسيا في هذا الإطار إذن كان في الاتصال بين رئيس بايدن والنظيره الصيني رئيس بايدن كان واضح جدا وهو قال اليوم في المؤتمر الصحافي اليوم هو قال إنه لم يعمل تحديد أو أي شيء مثل هذا لا هو قال بكسرها للنظيره التوقعات اللي دينا بالنسبة للولد المتحدة والمجتمع الدولي لكلنا نبضل الجهود اللازمة لإنهاء هذه الهرب والتوقعات أو الإمكانيات لنرى تعثيرات وأواقب صريمة أو وخيمة ضد أي بلد أي دولة التي تساهم وتقوم بتعاون مع روسيا في هذه الحرب الوحشية ضد الشعب الأوكراني إذن هو كان يتكلم بكسرها مع نظيره الصيني وكما رأينا في البيانات اليوم البيانات المشتركة من المجموعة السبع من ناتو ومن سنرى نأتكد بعد قليل سنرى بيان مشترك بين الولايات المتحدة والإنتهات الأوروبي وفي كل هذه البيانات كان نقطة مهمة حول الصين أو النقطة بشكل عام حول الرقبة للا نرى أي دولة أخرى أن تساهم في هذه الحرب ونحن سنستمر في هذا الحوار مع الهكومة السينية أيضا إضافة إلى الصين هناك محاولات من قبل إيران في هذا الإطار واليوم تحديدا حكية عن محاولة موسكو وطهران للعمل على توحيد أنظمة الرسائل المالية بين البلدين لتجاوز أو الالتفاف على منظومة سويفت العالمية برأيكم هل سينجحون بذلك؟ إذن ما هي الإبارة يا كريسين؟ الطيور بأشكالها تقع؟ إذن أنا كنت أرى تغتية منكم منذ دقائق حول المحاولة لتجنيد الأشخاص من حزب الله والآن نسمع هذا الخبر ليس من ممكن أن أؤكد هذا الخبر ولكن نسمع هذا الخبر هو التنسيق بين إيران ورسيا لتحريب وتجنب الأقوبات إذن ألينا كلنا الدولة الخليجية وكل الدولة العربية وكل الدولة في العالم أن نفكر بشكل جيد بالنسبة للاختيارة ما منعه هل نحن نريد أن نكون مع حزب الله ومع إيران أو جانب الآخر؟ هذا سؤال ما منقلنا الآن شكرا جزيلا لك سامويل ووربيرغ المتحدث الأقليمي باسم الخارجية الأمريكية كنت معنا مباشرة من دبي شكرا لك